دعا باب الفاتيكان إلى وقف التحزب والفساد والقتل في العراق بقوله لتصمت الأسلحة إلا أن صور زعماء الميليشيات الطائفية وهم يتهافتون للقائه والتقاط الصور معه قرئت على أنها محاولة مستميتة للترويج لزيارة الباب واستثمارها سياسيا على أنها رسالة لترسيخ السلام والوئام وكأن هناك احترابا أو اقتتالا مجتمعيا في العراق وبالتالي تبرئة الميليشيات وزعمائها من ممارسات القتل والخطف والترويع الممنهج ضد المدنين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية ومنها تلك التي ارتكبها ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون الذي هدد عام 2016 بمعركة مع من وصفهم بأحفاد يزيد في مدينة الموصل تكون معركتنا في محافظنا وهم أحفاد يزيد ونحن أحفاد جونوال ولأن العراق فاقد لأطر دولة متماسكة ذات سيادة فهو مختطف طارد لسكانه بعد أن أضحى مجرد حلبة لصراع نفوذ أمريكي إيراني تسبب بضياع ثرواته ومقدراته الاقتصادية وإفقار نحو نصف شعبه وتحطيم بناه التحتية ليتصدر للسنين متتالية قوائم الدول الأكثر سوءا وفسادا في العالم وفقا للمؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية فالعراق كما يقول الناشطون العراقيون ليس بحاجة لزيارات مسؤولين رفعي المستوى قد تستغلها الأحزاب الحاكمة لشرعنة سلطتها التي أطاحت بها تظاهرات تشرين والتي اتفقت على أن لا خلاص إلا بإنهاء العملية السياسية ونظام المحاصصة الطائفية حيث كان المسيحيون العراقيون من أبرز ضحايا والأشدر كانت تكريس الجهود في دعم الحرك الشعبي الذي يمثل صوت العراقيين الحقيقي وليس الذين أحاطوا بباب الفاتيكان من سياسين وزعماء ميليشيات حرصوا على إظهار العراق أمامه وكأنه بلد آمن ومستقر وفق تقرير لوكالة آس شتبريس معظم من تهافت على لقاء باب الفاتيكان في بغداد ورحب بزيارته متورط هو وميليشياته بتهجير العراقيين ومنهم المسيحيون والاستيلاء على أملاكهم الخاصة فلا إصلاح للعراق بدعوات وتمنيات عبر إلقاء الخطابات بقدر الحاجة لموقف جاد ومسؤول ينهي معاناة أربعين مليون عراقي ما زال العالم يغض الطرفة ويصم أذنيه عن سماع آهاتهم وهتافاتهم في الشوارع والميادين المطالبة بوطن مطهر من الفساد والطائفية والقتل والاختطاف